انطلاقاً من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسماني وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبي وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي وقام المدير الفني للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية كلام واضح جداً ما بين السطور والرسالة اللي عايزة تقولها إدارة الأهلي لكل السادة الإعلاميين ولكل السادة الصحفيين لقدر إن كان بيحاول يجتهدوا خلال الفترة الأخيرة في صقة من النادي في المدير الفني في ترجمة للإنجازات العديدة وبالتالي لم يكن هناك أي حاجة لها علاقة بالشروط التعجزية لم يكن هناك أي داعي للحديث عن خلافات ما بين الإدارة وبيت سموسيماني ولا كان هناك أي فكرة من الأساس لتوجيه الشكر للمدير الفني خلال الفترة الأخيرة لأن الإدارة بتعلم من خلال هذا البيان ترجمة للإنجازات العديدة التي حققها خلال الفترة الماضية أتمنى نكتفي بهذا القدر من الشائعات والإجتهادات ونقف خلف صف النادي الأهلي لأن النادي الأهلي لما بيكسب شوفوا سعادة الشعب المصري في الشارع شوفوا فرحة الشعب المصري لما الأهلي بيكسب محليا أو قريا الناس بتنسى حاجات كتير قوي بتنسى حاجات كتير وبتفرح بفوز الأهلي عموما كسبنا بيراميدس وهي مباراة بثلاث نقاط أمام أحد الفرق اللي طاق يعني ده أطموح أن هي تعمل يعني شكل فيه الدور العامة في البطولة الإفريقية لكن الواقعية دايما هي اللي بتفرد نفسها الإسم والشعبية والجمهارية دايما موجودة بيت سموسيماني زالين أوف كينج الأسد الملك كان قبل كده قال على أكرم توفيق مفاسة لكن هو بصراحة هو الأسد أو هو الملك المتوج على عرش الكرة المصرية والكرة الإفريقية